بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بإذن الله تعالى مستعينين بالله جل وعلا في شرح مادة علوم القرآن سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد وفي بداية شرحنا لهذه المادة نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما أبناء الطلاب والات الطالبات نبدأ وإياكم في شرح هذه المادة الجديدة مادة علوم القرآن وبإذن الله تعالى نتناول في موضوع درس اليوم المبادئ العشرة لعلوم القرآن الكريم تلكم المبادئ التي تدرس قبل بداية معرفة أي علم نبدأ مستعين بالله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أخي الطالب بين يديك كتاب علوم القرآن الكريم للمرحلة الثانوية المسار الشرعي وهو كتاب يجمع لك مجمل الموضوعات في علوم القرآن الكريم ويتكون من خمس وحدات الوحدة الأولى التعريف بعلوم القرآن الكريم الوحدة الثانية التعريف بالقرآن الكريم الوحدة الثالثة الآيات والصور الوحدة الرابعة قصص القرآن الكريم الوحدة الخامسة الأمثال والنصخ في القرآن الكريم تلك هي أبنائي وبناتي ما نتناوله بإذن الله تعالى في شرح هذه المادة خمس حدات نأتي بإذن الله تعالى عليها في هذا المنهج في منهج علوم القرآن الكريم سألنا الله تعالى التوفيق والسداد نبدأ وإياكم في الوحدة الأولى التعريف بعلوم القرآن الكريم نعرف تلك العلوم التي تعلق بكتاب الله جل وعلا نبدأ في درس اليوم المبادئ العشرة لعلوم القرآن الكريم أهداف الدرس يتوقع منك بعد الدرس أن أولا تعرف علوم القرآن ثانيا تعدد المبادئ العشرة لعلوم القرآن ثالثا تذكر ثمرة تعلم علوم القرآن تمهيد هل علوم القرآن هي علم القرآن هل علوم القرآن هي علم التفسير إذن ما هي علوم القرآن نأتي لها بيان ماذا يراد بعلوم القرآن الكريم بهذا العلم؟ علم القرآن الكريم هل علم القرآن الكريم هو علم القرآن؟ هل هو نفس العلم؟ علم القرآن وعلم القرآن شيء واحد؟ كذلكم هل علم القرآن الكريم هو علم التفسير؟ هل هما علم واحد؟ أو بينهما فرق؟ فرق بين علوم القرآن وعلم القرآن؟ فرق بين علوم القرآن وعلم التفسير؟ ما رأيكم؟ نقول في بيان ذلك علوم القرآن هل هي علم القرآن؟ نقول لا علم القرآن هو كيفية نطق كلمات القرآن الكريم وكذلك طريق أدائها سواء كان ذلك اتفاقاً مختلافاً كذلك علم التفسير هو علم يفهم به كتاب الله عز وجل وذلك ببيان معانيه واستخراج أحكامي وحكمه إذن ما هي علوم القرآن الكريم؟ هنا فرقنا علم القرآة شيء وعلم التفسير شيء آخر إذن كيف نعرف ماذا يراد بعلم القرآن؟ ماذا يراد بهذا المعنى علوم القرآن؟ حتى ندخل ونستفتح إلى هذه المادة لا بد أن نعرف عن ماذا تتحدث هذه المادة وعن معرفة مفاهيم هذه المادة وعن معرفة علوم هذه المادة علوم القرآن قبل ذلك إذا أردنا أن نتعرف عليه أكثر لا بد من معرفة التالي من طرق التعرف على العلوم وتمييزها عن بعضها معرفة ما يسميه العلماء المبادئ العشرة في كل علم تتكون من عشرة عنوين هي عبارة عن مفتاح العلم سنتطرق الآن إلى عشرة عنوين هذه العشرة عنوين في كل علم تكون موجودة في كل أن نأتي إلى هذه المفاهيم العشرة حتى ندخل إلى غوري هذا العلم وإلى معرفة معانيه لا بد أن نأتي بهذه العشرة لذلك يقول النظم في هذه العلم أو هذه المبادئ العشرة قال الصبان إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف إذن هذه المبادئ العشرة المبادئ العشرة التي ندخل إليها ما أتى بها النظم الصبان إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع كذل السمداد حكم الشارع ومسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حازة الشرفة هذه مسائل العلم العشرة التي نظمها الإمام الصبان رحمه الله تعالى إذن هذه المبادئ العشرة ظاهرة أمامكم اسمه أي اسم العلم تعريف تعريف العلم أي علم نأتي إليه لكن في منهجناه وعلم القرآن الكريم علوم القرآن اسمه تعريفه موضوعه ثمرته استمداده فضله كذلك نسبته كذلك واضعه كذلك حكمه هذه المسائل العشرة وختاما مسائله هي ظاهرة أمامكم نأتي بإذن الله تعالى نطبق هذه المسائل العشرة على علوم القرآن الكريم على هذه المادة حتى نأتي في الأخير إلى مفهوم هذه المادة إلى ما نريد دراسته في علم علوم القرآن الكريم نبدأ مستني بالله تعالى اسم العلم علوم القرآن وكما هو ظاهر أمامك ذلك في الكتاب علوم القرآن أي علوم كتاب الله جل وعلا وكل ما يتعلق بالقرآن الكريم تعريف علوم القرآن الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث نزوله وجمعه وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه إذن هذه الأبحاث الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث ماذا؟ أولا نأتي من حيث نزوله هذا الأول كذلك من حيث جمعه وقراءته وتفسيره إذن هي شاملة كذلك عجازه وناسخه ومنسوخه كذلك نقطة واحدة ودفع الشبه عن هذه المواضيع وأبحاث التي تتعلق بهذا العلم من حيث النزول كذلك نأتي في بياني كذلك الناسخ والمنسوخ كذلك نأتي في دفع الشبه عن كتاب الله جل وعلا كذلك نأتي في القصص في القرآن الكريم كل ذلك من موضوعات وأبحاث متعلقة بهذا العلم العلم العظيم فهو علم عظيم ويأتي معنا بإذن الله تعالى في درسهم لماذا هذا العلم علم علوم القرآن يعتبر من العلوم العظيمة ذات الفضائر العديدة نأتي بعد ذلك إلى موضوع علوم القرآن هنا نأتي إلى بيان موضوعه أبحاث متعلقة بالقرآن الكريم وعلومه من حيث كونها طريقا لفهم هذا العلم فيبحاث متعلقة متعلقة بماذا؟ بالقرآن الكريم وذكر لكم شيئا من تلكم الأبحاث المتعلقة بكتاب الله تعالى سواء قلنا من ناحية الناسخ والمنسوخ أو من ناحية الآيات والصور كذلك من ناحية المتشابه كذلك من ناحية دفع الشبه عن كتاب الله تعالى كذلك من ناحية الناسخ والمنسوخ كل ذلك موضوع مهمة تتعلق بهذا العلم ولعظم فضلها فهي تتعلق بكتاب الله جل وعلا إذن هذا هو موضوع علوم القرآن الكريم نأتي بعد ذلك إلى ثمراته وفائدته نقول وما زلنا في المبادئ العشرة الإلمان بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم والتي تكون الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى كتاب الله تعالى معجز أنزل الله تعالى على نبيه هذا الوحي القرآن الكريم والقرآن الكريم معجز لذلك تتعلق بالقرآن الكريم علوم متعددة علم اللغة كذلك علم أسباب النزول علم التفسير كل ذلك علوم متعلقة بكتاب الله جل وعلا فثمرت تعلم هذا العلم علم القرآن الكريم جعلنا نتعلم كل تلك العلوم حتى نفهم كلام الله جل وعلا فهذه من ثمرة وفائدة تعلم علوم القرآن الكريم الإلمان بتلك العلوم التي في حقيقة الأمر متعلقة بكتاب الله تعالى حتى يتكون الفهم الصحيح للمتعلم لكلام الله جل وعلا استمداده من أين يستمد هذا العلم من الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم اسم المادة علوم القرآن إذن هي متعلقة بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا إذن من أين تستمد؟ من كتاب الله كذلك تستمد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأننا لا يمكن أن نفهم كلام الله جل وعلا حتى نفهم سنته عليه الصلاة والسلام وقوله وتفسيره عليه الصلاة والسلام لكتاب الله جل وعلا كذلك نفهم كلام الصحابة وكلامهم في كتاب الله تعالى تفسيرا وفهما واستدراكا واستيعابا كل ذلك نفهمه حتى نفهم علوم القرآن إذن هي مادة واسعة شاملة إذن هذا واستمداد هذا العلم من الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أي من التابعين كذلك من العلماء الذين أصلوا لعلومه العلماء الذين أصلوا لعلومه ماذا؟ كل ذلك ما زال حديثنا عن علم القرآن الكريم الذين أصلوا لعلومه ويأتي معنا من أولئك العلماء الذين أصلوا لعلومه علم القرآن الكريم ويأتي معنا أن علم القرآن الكريم هذا العلم علم القرآن مر بمراحل حتى تكون هذا العلم العظيم علم علوم القرآن الكريم وألف في ذلك كتب حتى بعد ذلك أتى إلى كتاب شامل في هذا العلم وفي معرفته نبينه بإذن الله تعالى في الدروس القادمة كذلك فضله ما فضله تعلم القرآن الكريم علوم القرآن الكريم نقول حقيقة الأمر فضله أي فضل تعلم هذا العلم علوم القرآن الكريم هو من أشرف العلوم الشرعية ما رأيكم لو طرحنا سؤالا لكم لماذا هذا العلم الذي هو علوم القرآن الكريم من أفضل العلوم الشرعية لماذا ما رأيكم نعم ابناء وابناتي ما رأيكم لماذا أحسنتم وفقتم كما هو ظاهر أمامكم لأنه متعلق مباشرة بالقرآن الكريم فلشرف كتاب الله تعالى يشرف هذا العلم ويكفي بذلك أنوان الكتاب علوم القرآن إذن هو متعلق مباشرة بماذا؟ حسنتم بكتاب الله تعالى علوم القرآن الكريم لذلك يشرف هذا العلم ويرتقي ويرتفع لتعلقه بكتاب الله تعالى كذلكم نسبته إلى غيره من العلوم ما هي نسبة هذا العلم للقرآن الكريم إلى غيره من العلوم الشرعية؟ نقول هو علم من علوم الشريعة يختص بمسائل وقواعد تختص بالقرآن الكريم وعلومه وهو الذي يعد المصدر الأول من مصادر التشريع أي القرآن الكريم وفي حقيقة الأمر المصدر الأول من مصادر التشريع كتاب الله تعالى لأن مصادر التشريع القرآن الكريم ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم الإجماع مصادر تشريع فالقرآن الكريم لا شك أنه المصدر الأول كلام الله جل وعلا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الله جل وعلا لذلك هو المصدر الأول المصدر الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي المصدر الثاني مصدر التشريع ثم بعد ذلكم الإجماع ما أجمع عليه علماء الأمة فهذا العلم يشرف ويكون نسبته لا غيره من كلام الله جل وعلا هو متعلق بكلام الله متعلق بالقرآن الكريم ذلك نقول علم أو علوم القرآن الكريم كذلك واضعه هذه النقطة التي نريد الوصول إليها من وضع هذا العلم أسهم علماء كثيرون في جمع هذا العلم وذكرنا لكم قبل قليل أن هذا العلم علم شريف أسهم فيه علماء كثيرون في وضع هذا العلم حتى وصل إلى الغاية بدأ شيء قليل بمباحثة يسيرة ثم بعد ذلك تكون فيه كتب لكنها لم تغطي لأنه هو في حق علم متعلق بالقرآن الكريم في وضعه أولا محمد بن مرزبان المتوفى سنة 309 من الهجرة في كتاب الحاوي في علوم القرآن وهو بدايات قبل ذلك هذا العلم قبل هذه السنة قبل أن يأتي محمد بن مرزبان رحمه الله تعالى في كتاب الحاوي كان ذلك العلم موزع في كتب متعددة فقد يأتي منه مسائل في مقدمات من كتب المفسرين هذا المفسر قبل أن يبدأ في تفسيره لكلام الله جل وعلا يأتي ببعض المباحث ببعض المسائل لكنه لم يسميها بعلوم القرآن ثم بعد ذلك آتت مباحث مخصصة كالناسخ والمنسوخ وغيرها من المباحث أو القصص وغيرها لكنها موزعة حتى آتا ذلكم العالم وجمع في كتاب الحاوي لكنه إلى الآن ذلكم العلم ما زال في بداياته لم يجمع جمعا شاملا فمحمد بن مرزبان رحمه الله تعالى جمعه في كتاب الحاوي لذلك الحاوي في علوم القرآن سمعه بهذا الاسم الثاني علي بن إبراهيم الشير بالحوفي المتوفي سنة 430 من إجراء كذلك جمعه في كتاب البرهان في علوم القرآن لكن العلم ما زال ولم يكتمل حتى أتى بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 794 من الهجرة وألف كتابه البرهان في علوم القرآن وهذا الكتاب يعتبر أول من ألف كتابا وافيا شاملا في علوم القرآن الكريم بدر الدين الزركشي رحمه الله هو أول من ألف هذا العلم وجمع هذا العلم في هذا الكتاب كتاب البرهان في علوم القرآن لذلك يعتبر جمعا شاملا وافيا من قبله جمع بعض المباحث بعض المسائل لكن هذا الإمام العالم بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى جمعه في كتاب سمه بالبرهان وهو جمع شامل وافيا وما زال ذلك من الكتاب مرجعا لأهل العلم إذن هذا هو واضع هذا العلم الذي هو علم علوم القرآن الكريم وذكرنا أن أشملهم هو الكتاب الأخير بدر الدين الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن حكم الشارع فيه أي تعلم هذا العلم نقول فرض كفاية تعلما وتعليما هنا هذه المسألة فرض كفاية تعلما وتعليما أي إذا قام به من يكفي هذا هو معنى فرض الكفاية أن يقوم به من يكفي حتى ماذا يسقط الإثم عن الباقين هذا هو معنى فرض الكفاية فتعلم هذا العلم فرض كفاية تعلما وتعليما تعلم أن يتعلمه الإنسان وتعليما يعلمه إلى من حصل إلى غيره إذن هذا هو معنى فرض كفاية تعلم أن تعليما فرض كفاية منحة أن الإنسان يتعلمه وتعليماً أن يعلمه إلى غيره مسائله ما مسائل هذا العلم هي قواعده الكلية وفروعه وأبحاثه كقولهم كل ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني وما كان فيه يا أيها الناس فهو مكي هذا يأتي معنا مسائل هذا العلم يأتي معنا كثير من مسائله مثل الناس الخالمنصوخ يأتي معنا فيه مسائل الآيات والصور فيه مسائل القصص القرى الكريم كذلك فيه مسائل المتشابه منه فيه مسائل كل ذلك مسائل هذه المادة ومن ذلك كل ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا إذا سمعت آية أو قرأت آية يا أيها الذين آمنوا هذا من باب التناول المكي والمدني من مسائل علوم القرى الكريم ما كان فيه يا أيها الذين آمنوا ماذا نقول عن مكي أو مدني يأتي معنا أنه من باب المدني وكل ما كان فيه يا أيها الناس إذا قرأت آية أو سمعت آية يا أيها الناس في ندائها فنقول ها هنا هو من باب المكي وهذا من بعض مسائل هذا العلم هذه المسائلة تذكرنا في درس اليوم ولعلكم تحفظون هذه الأبيات حتى يتيسر عليكم معرفة تلكم المسائل إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حازة الشرف هذه المبادئ العشرة أول الحد ثم الموضوع الثمرة ثالثا فضله رابع نسبة خامس الواضع سادسا الاسم سابعا الاستمداد ثامنا حكم الشارع تاسعا مسائل هذه ختامها مسائل وبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع أي علم الجميع نقول فقد حازة الشرفة هذه مسائل هذا العلم وما باحثه وما أردنا تعلمه في هذا اليوم حتى نفهم ماذا يراد بمعنى علوم القرآن مدخل إلى هذه المادة ختاما ابنائي وبنات نأتي إلى قيم نفسك سؤال نطرح إليكم ضح علامة صحة مع من العبارة الصحيحة ولا مع الخطم من العبارة الخاطئة غير صحيحة أول هذه العبارات أول من ألف كتابا وافيا شاملا في هذا العلم في علوم القرآن هل هو ابن جرير الطبري ما رأيكم فيما ذكرنا من درس اليوم أول من ألف كتابا وافيا شاملا ذكرنا ثلاثة من المؤلفين هل منهم ابن جرير الطبري وهل هو يعتبر الذي ألف كتاب وافيا شامل في هذا العلم حسنتم إلى العبارة صحيح خاطئة وفقتم العبارة خاطئة أول من ألف هذا العلم ذكرنا بدر الدين الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن كذلك حكم تعلم علوم القرآن فرض كفاية تعلما وتعليما من ضمن المسائل العشرة ذكرنا حكم تعلم هذا العلم فهل ذكرنا حكمه فرض كفاية أو فرض عين أو مستحب إذا ما رأيكم هذه العبارة أحسنتم وفقتم قلنا فرض كفاية تعلم تعليما إذن العبارة صحيحة عدد مبادل عشرة ذكرنا في آخر شيء من ختام الأبيات وذكرنا كذلك مثلا ما رأيكم ما هي المبادل عشرة التي نتعلمها أحسنتم وهي قبل كل فن قلنا أولا اسمه واسم العلم كذلك تعريفه وفقتم كذلك موضوعه أحسنتم كذلك ثمرته كذلك استمداده كذلك من المسائل العشرة فضله كذلك من المسائل العشرة نسبته أحسنتم وفقتم كذلك واضعه وكذلك حكمه وختاما مسائله هذه المسائل العشرة قبل كل علم قد تكنها ونها في هذا العلم العظيم علم علوم القرآن الكريم واختر إجابة صحيحة موضوع علوم القرآن الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه من حيث كونها طريقة لفهم القرآن ما رأيكم؟ هذه العبارة صيام خاطئة هل هذا هو موضوع هذا العلم؟ ما رأيكم؟ هل موضوعه هو الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم؟ ما رأيكم؟ سنتم نقول عبارة صحيحة صواب الإلمام بالعلوم المتعلقة هو آخر سؤال نطرحه إليكم الإلمام بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم والتي تكون الفهم الصحيح لكتاب الله هل هو فضل هذا العلم أو ثمرته في المبادئ العشرة؟ هل ذكرنا هذه العبارة في فضل هذا العلم؟ أو في ثمرته؟ ما رأيكم؟ أحسنتم وفقتم وسددتم ذكرنا في ثمرة هذا العلم الإلمام بالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم وبذلك وبهذا السؤال نكون قد أتينا على ختام درس اليوم المبادئ العشرة وقد تناولناها في علم علوم القرآن الكريم فموضوع درسنا المبادئ العشرة لعلوم القرآن الكريم نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد قد أتينا على تلك المبادئ العشرة في هذا العلم فارجعوا إليها واحفظوا تلكم الأبيات التي قالها الإمام الصبار رحمه الله تعالى ختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد وأن يعلمنا ما ينفعنا وننفعنا بما علمنا ونلقاكم على خير بإذن الله تعالى في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته